وانا بقدم الفقرة قلت جزئية وده اللي كان هدفي النهاردة وهدفنا في البرنامج ان احنا نسلط الضوء على جزئية مهمة جدا بعد 34 سنة لسه العمل باقي والذكريات باقية هل الاستاذ فام عبد الحميد كان يدرك او كان يتمنى انه بعد السنين دي كلها هتفضل سرته باقية لا هو قال لي وعمل عشان كده ايه لا 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 هو قال لي قبل وفاته بتلات ايام كان يوم عيد ميلاد لمية كانت جمعة ونزلين انا وهو من البيت جايين على التلفزيون فماكملناش عيد الميلاد فشايفني ان انا قاعد في العربية مش مبسوط فبيقول لي ما لك عشان سيبت عيد الميلاد بقى ونزلت معاه بالليل واجينا كنا بنبات هنا هكنت مساعد مخرج معاه لا هقولك بس في الوقت ده انا لسه كنت صغير بس من وقتها وانا كنت معاه يعني على طول معاه لحد ما دخلت معاه السينما وبعد كده بدأت مساعد معاه بس في اليوم ده انا كنت لسه يعني اللي هو بروح معاه بس فبيقول لي انت مدائم من ايه قلت لي يعني يا بابا كنا عدنا بس كملنا عيد الميلاد وكده قال لي بكرة بعد خمسين سنة هيجوا يقولوا كان فيه هنا واحد اسمه فاهم عبد الحمد بالضبط كده اللفظ ده ما انسهوش وفاكر الجملة وفاكر المكان اللي كنا ماشيين به في العربية بالعربية وقد كان دي حقيق يعني كان ايه بقى كان ايه مقدمات هذا النجاح يعني ايه ايه ادوات هذا النجاح آآ الاخلاص هو كان مخلص جدا في عمله آآ كان الفوزير دي كانت بها قد سنة تجهيز يعني بعد العيد الصغير يبدأ تجهيزات لو كان الأستاذ عبد السلام أمين او كده كان وقتها برضو قبله كان الأستاذ عبد الرحمن شوقي كان فطوطة والأستاذ صلاح جهين كان مع الفنانة نيلي وكان بيبدأ بعد الفوزير على طول بعد العيد بيبدأ يفكر ايه ما بيخدش اجازة اه ايه اللي حنعمله السنة الجاية ويبدأ ياخد مش اقل من سبع شهور فافكار تجي وتروح وتجي وتروح ويتكتب مانا حلقات anciني خطرات ويتكتب جديد ويتكتب مستاذ عبد السلام أمين الله يعرحمه كان بيجي برضو ياعود معانا كان البيت في الاناطر كان بيحجي الشاليه كده في الاناطر عن نيل ويقعد يكتب كان بابا ينزل يروح التلفزيون ويرجع له ها عملت أيام كذا يقعدوا وتناقشوا مع بعض ممكن بعد كل ده السيد عبد السلام يقولوا لا 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 أنا عندي حاجة بقى أحسن ويبدأ تاني فكانت تاخد مجهود ما روهمش غير الشغل دي في حد ذاتها رسالة كافية قوي يعني الاجتهاد في المسيرة هو اللي بيبقي السيرة وبيكملها